الملك حمد بن عيسى آل خليفة والداعمة لمملكة البحرين وتأتي تجسيدا للروابط التاريخية القائمة على مبادئ الأخوة والتضامن الوثيقة بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الاسخير هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما الطيبة لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والرخاء كما هنأ سموه جلالة الملك بحلول شهر رمضان المبارك راجيا الله العلي القدير أن يعيده على جلالته وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات ورحب حضرة صاحب الجلالة بصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي وكلفه بنقل تحياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي عهده وتمنيات جلالته الخالصة للشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرفعة والازدهار والتقدم منوها حفظه الله ورعاه بأهمية مثل هذه الزيارات الأخوية التي تسهم في توطيد التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين وأشد جلالته بالجهود الطيبة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توثيق أواصر العلاقات البحرينية السعودية وبالدور الريادي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح ومقدرات دولها وشعوبها وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة والمستجدات الإقليمية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة